حقيقة يعني عندما تفكر في هذا المشهد تجد بأن بالفعل الأفق السياسي مسد تماما لا توجد صغرة واحدة يعني تنبئ بأنه سوف يكون هناك أي انفراجة حقيقة إلى الآن وربما الأمور يعني البعض يذهب إلى أنها أشد تعقيدا منذ قبل ما هو الوضع الذي يمكن أن يفتح المجال للتهدئة ما هي العوامل التي يمكن أن تهد من هذا الوضع وخاصة في غزة يعني نحن لدينا مسار غزة ومسار إقليمي بالنسبة لغزة مثلا هو عنده مشكلة دلوقتي لتنياه في أنه واقع في وسط حكومة يمينية شديدة التطرف في تاريخ إسرائيل لأول مرة تيجي حكومة بهذا الشكل ومرتبط ببرنامج في قلب الحكومة دي وكلهم بيهددوه أنك إنت لو تحركت بشكل إيجابي وتجاوبت مع عملية السلام وإيقاف الحرب إحنا هنسيب الحكومة حتى دخل يا إغلابيد على الخط وقال لأنا ممكن يعني أحميك وادخل بالمجموعة بتاعتي وتتخلص من دول وهو مش عايز يتخلص هو عايز يخرج بشكل تاني العملية في غزة صعبة جدا لأن الموازين القوة مختلفة ما بين الاتنين التصرع في اتخاذ القارات ما كانش متوازن الإقليم ما كانش عارف إيه اللي بيحصل في قلب المنطقة إسرائيل دخلت ومش عايز تخرج إسرائيل دخلت قسمت غزة قسمين قسم شمالي وجنوبي منع أي حد يعدي ناحية ناحية الشمال ممنوع النزوح عملت النهاردة كمان محور دديد من مستوطنة بي إيري وعملت قط حتى رفح تقوم بتقسمها أيضا ساعة السفير عملت ساعتك مقرين بمعسكرين شمحاتش عدي هي قسمت غزة دلوقت في الوقت الحالي طيب يعني الآن تستخدم سلاح التجويع وتعرقل دخول المساعدات من مصر التي تفتح معبر رفح 24 ساعة وتتكدس السيارات أمام المعبر حقيقة فيها كل احتياجات غزة وربما أكثر لأنها تراكمت يعني كيف يمكن أن يستمر هذا الوضع وما هو الهدف من أنها تعرقل دخول المساعدات هل هو لتضييق الخناق مثلا أكثر على المواطنين في غزة؟ التجويع هو أسلوب مستخدم وسبق أن الحكومة الإسرائيلية قالت إن إحنا لو قدمنا مساعدات إحنا بندي فرصة فرصة تحياء لحماس مرة تانية وبالتالي فالتجويع ده سياسة ممارسة في إسرائيل دخول من رفح هم عندهم مشكلة مع رفح حسب تقدير الشخص هم يحتاجين تكلم عن هم عندهم مشكلة مع رفح هم مش عايزين رفح تبقى مفتوح هو دايما يتهموا إن في تسريب وأسلحة وما عندهمش دليل ما فيش دليل واحد طلع بيقول إن في أسلحة تسربت من رفح أو في حاجة من الأنفاء زمان مصر خدت خطوات قوية جدا في المنطقة دي وآآ في عقب ألفين وآآ وهم ما عندهمش أي دليل في هذا الكلام فبدأوا يفكروا في الممر بتاع البحر المتوسط ممر البحري عشان يقلل من حجم الدخول من رفح أو من مناطق التانية نعم والممر ده كان فيه برضو يعني ده ممر قديم ده مش اقترح أمريكي على فكرة تقترح إسرائيلي من الفين وخمستاشر وتطور الفين وثمانتاشر وبعدين بعد طفن الأقصى طلع وزير خارجية السابق آآ الإسرائيلي راح قبرص واتفع معاهم إن يجي يعملوا هذا المعبر أو يشتروا جزيرة هناك في قبرص نعم آآ يستخدموها يعني نعم تبقى بديل للمعابر الأرضية نعم حتى سكتير العام للقم المتحدة قال ده لا يكون بديل للمعابر الأرضية ومصر قال ده لا يكون بديل طبعا وليس بديلا عمليا أيضا صحيح طبعا